كثيرا ما واجهنا صعوبة درس مادة الرياضيات خاصة إن كان لدينا اختبار قريب ففي هذا الفيديو سنشرح لكم كيف ندرس الرياضيات بطريقة تمكننا من الحصول على العلامة الكاملة أهلا وسهلا بكم في قناتنا حيث من خلالها نهتف إلى تحسين التعليم والتعلم ولذلك إن كانت هذه أول مرة لكم في قناة هم بالاشتراك وبتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد والآن لنتطر إلى صلب الموضوع درس الرياضيات ألاحظتم ما هي إلا قواعد ونظريات والمشكلة لا تكمن في حفظها بل بكيفية استخدامها ففي المسائل والمعضلات تأتي المشاكل على أشكال مختلفة كل منها لها طريقة وأسلوب للحل وهنا يقوم الطلاب بالتمرن على التمارين التي تم حلها لحفظ كيفية حل الأسئلة وهذا هو الخطأ الشائع فالرياضيات هي منطق وتحليل وليست حفظا موضوعا أنه لن يمكنك أكيد حل معضلاته وسلوب جديد ومختلف كليا عما قمت بالتدرب عليه ومن الأخطاء أيضا الشائع هي عدم التركيز ودرس الرياضيات بجد إلا قبل الاختبار بيوم أو اثنين فأن عملية الدرس الرياضيات مؤلفة من خضوات عدة أولا فهم القاعدة وما تهدف اثنان حفظ القاعدة والاقتناع بالنظريات ثلاثة حل التمرين المحلولة في الصف ولكن من دون أن ننظر إلى الحل وبذلك نقول قد فعلنا الجزء التحليلي من الدماغ بدلا من جزء الذاكرة وهذا من شأنه تقوية التحليل لدينا أربعة عدم ترك أي معلومة جديدة بدون مراجعتها فورا وفي اليوم نفسه ولو حتى كانت قراءة على الأقل إن كان هناك عدد اختبار غير مادة الرياضيات فأن اتباع هذه الخطوات تصبح لك دعم كبير لتحضيرك للاختبار الذي لن يأخذ من وقتك أكثر من ساعة واحدة فأن إحمال المادة حتى الاختبار يؤدي إلى تكديس هذه الخطوات وعليك أن تنفذها كلها في 48 ساعة أو أقل والتي هي ليست مستحيلة ولكن هل يمكنه لعقلك تحمل كل هذا الضغط؟ وقد يقول بعض بأن هناك من لم يدرس كل هذه الخطوات بل حفظ سؤالا أو اثنين ونجح فأقول لك بأنه قد نجح هذا العام ففي السنوات القادمة إن بقي على هذا النظام سيرسل بكل تأكيد علميا هذه الخطوات ليست لأجل خبر فحس بل هذه هي الخطوات الصحيحة لتعلم الرياضيات وأنتم هل واجهتم صعوبة في الرياضيات؟ أو لديكم مصاحة مهمة جدا تحبون مشاركتها؟ قموا بتواصل معنا في التعليقات فليس يسرون ذلك جدا ولا تنسوا أيضا أن تبقى لطلاعا دائما بالعلم ترجمة نانسي قنقر